نحن لسه صباح الخير ميسون نحن لسه عم نحكي عن الفترة الأولى أكيد من شهر واحد للأبراج وكمان توافق الأبراج أكيد نستقبل يعني جميع طلباتكم طيب نبدأ يا ست ميسون مع برج الحوت برج الحوت الحوت الفترة الأولى جيدة جدا انطلاقة كثير كبيرة للكثير من هذا البرج رح تلاقوا السهولة بمتابعة الأمور خاصة المالية والمهنية ولكن هي سهولة رح تكون على كل المستويات رح تعمل على إنهاء معاملات مالية وتبدأ بشيء جديد تطرح أفكارك تلقى الدعم وتزداد العلاقات بهاي الفترة لذلك رح يكون خروجاتك كثيرة مناسباتك كثيرة عليك إنهاء الأمور الصعبة قبل ما ندخل بالفترة الثانية بالنسبة للعاطفة الزهرة بحال التراجع لذلك انتبه لعلاقتك مع الشريك حافظ على هدوءك ممكن تتعرض إلى سوء فهم أجل القرارات المصيرية العاطفية للشهر القادم نعم طيب في عنا احذروا من عم بسمعنا عمر زوربة عمر زوربة حبيب القلب والأخ العزيز يعني ما بتتخيل يا عمر قديش معستك عندنا كبيرة وقديش أنت شخص محبوب وشخص موهوب وشخص حقيقي من الداخل فبنقول لك الحمد الله على سلامتك هو طبعاً موجود حالياً كان بقطر حتى يصور مسلسل ضخم وهلأ رجع على عمان هيك كم يوم فأهلاً وسهلاً بك يصعد صباحك عمورة طيب في عنا يا ستي العازي عزيزة برج الأسد الأسد من الأبراج اللي عم تدخل بفترة غريب من نوعها هي فترة امتحان لإلك امتحان قدراتك على التحمل على التجاوز هاي الفترة عم بيصير زي غسيل لكل حياتك عم تغسل كل المتعلقات السلبية والأمور اللي كان فيها تراجع عم تبحث بداخلك على أي شيء كان غلط بحياتك عم بتعدله هاي الفترة كتير ممتازة لتعديل وتصويب الأمور مضاعفة الجهود عدم التساهل مع المعطيات اللي عم تظهر جديد فترة تزداد فيها الضغوطات والمسؤوليات وممكن تشعر بالتعب ولكن هي ممتازة جداً لحتى تتهيأ للفترات القادمة وخاصة الفترة الثانية والنصف الأول من الشهر اللي بعده رح تكون فترة مالية ممتازة عليك أنه تستفاد منها بشكل صح تستخدم معطياتها بشكل صح لحتى توصل لهدف مالي لكثير من برج الأسد رح تكون عندهم اكتفاء ذاتي تسكير قروض تسكير ديون استرجاع أموال أي شيء له علاقة بالأموال العشر أيام الأخيرة والشهر اللي بعده رح تكون ممتازة ولكن هاي الفترة عم يتهيأ للدخول بالفترة الثانية بالنسبة للعاطفة شهر يحمل المواجهات وعليك الهدوء بسبب تراجع الزهرة بالجدي طيب يا ست العزيزة في عنا توافق برج الجدي مع الحمل يعني أبراج قوية نعتبرها برج الجدي من الأبراج اللي عندها إناد كتير عالي عندها تشبث برأي نفس الإشي بالنسبة لبرج الحمل الناري اللي عنده اعتداد بالنفس وحتى وهو بأسوأ حالاته وعنده ثقة عالية بنفسه فالتنازلاته أيضا قليلة جدا بدنا من هالبرجين يستخدموا هاي القوة لتخدم مصالح هذه العلاقة استماع مضاعف بين الطرفين علاقة ناجحة جدا إذا عرفنا كيف نستغلها بشكل صح نستغل المواصفات عند الطرفين ونسخرها لخدمة هذه العلاقة القوس وضعهم القوس يا ست الفترة الأولى جيدة رح تتسارع فيه يعني من بداية الشهر كان فيه تسارع بالأمور وكان فيه زيادة بالمسؤوليات ممكن كنت عم تبحث بشيء معين فعم تاخذ نصائح المحيطين فيك بدك تنتبه لهاي النصائح لحتى نخلص من الفترة الأولى حاول إنه تدرس المواضيع قبل ما تمشي عليها تستشير ذوي الشأن لأنه النصائح ممكن تكون غير فعالة أو تعطيك نتيجة عكسية وممكن غير مقصودة يعني مش قاصد الشخص اللي أنت عم تستشير وأنه يعطيك نصيحة عكسية ممكن هاي هي قناعاته فعليك أنه تتمالك عصابك تخرج من هاي الفترة بسلام بدون أي مشاكل عشان تدخل على العشر أيام الأخيرة بشكل صح كثير من الأبراج اللي قلنا لها أنه سنة 22 من أحسن السنين لإلك الخمس أبراج اللي عديناها ممكن تكون هاي الفترة فيها تراجع هي فترة خروج من السلبي للإيجابي خروج من مشاكل لعدم مشاكل يعني عم بنحاول ننفذ غبار الزمن الزمن عننا لحتى ندخل بشكل صح على الفترة الممتازة اللي رح تكون على كل المستويات ممتازة عليك تشعر بطاقة كبيرة فرص كبيرة أبواب جديدة تنفتح مع كل هاي الظروف هي فترة كويسة إذا عرفت كيف تستغل معطياتها العاطفة شهر ضاغط عاطفيا يعني ممكن القوس يفضل يبتعد ما يستمع للطرف الآخر ينطوي على نفسه يعني يفضل الهدوء على أنه يدخل بمناقشات وهاي الشغلة كتير ممتازة إذا مشيت عليها عليك أنه تتجاوز معطيات هذا الشهر العاطفية وتأجل الأمور المصيرية للشهر القادم طيب يا ستة العزيزة في عنا برج الثور وآخر برج الثور النصف الأول أو الفترة الأولى فترة جيدة تشعر بطاقة كتير كبيرة للانطلاق لمناقشة الأمور ورح تكون المناقشة سهلة وسلسلة وعندك القدرة على الإقناع للطرف الآخر خاصة على الأمور المهنية كون جاهز لتغيير المسار بحالة أنه تغيرت المسارات فجأة أو تغيرت المعطيات فجأة تكون دائما جاهز لكل المعطيات اللي رح تظهر تتمتع بقدرة عالية وإيجابية عالية لحتى خاصة بالوضع المهني أنك تتجاوز لكثير من العقبات رح تلاقي الحلول المناسبة لأمر عائلي طارق أو أمر عائلي من العام الماضي كان موجود لكن ما حليته بشكل صح فرح يظهر كل فترة ولكن هاي الفترة هي الممتازة أنك تلاقي الحل المناسب وتتجاوز الضغوطات العاطفة النصف الأول عليك أنه تتحلى بالصبر وأجزء الثاني هو الأفضل بدنا نشكرك ميسونة بدنا نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا سواء سمعونا عبر راديو روتانا أو حضرونا عبر شاشة عمان تيفي مننا لكم كل الحب Have a very nice weekend نرجع نلتقي فيكم يوم الأحد المقبل شكرا سحفة 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 آه سحفة سحفة آه ماروتانا آه شكرا 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 شكرا